السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسلم بكم أصدقائنا على قناة جديد قناة مقام نيو معكم أخوكم مهند اليوم إن شاء الله راح نبدأ بفيديو جديد عن لعبة فري فاير صراحة هذا الفيديو ما أتوقع راح يكون ذاك الإبداع اللي سواته بالفيديو الماضي يعني يا جماعة اللعبة بدت تصعب بشكل يعني غير محقول صراحة صراحة يعني هاني جربت بوبجي من قبل وحاليا حاليا قاعد أجرب فري فاير لكن بالنسبة للفري فاير يعني تنتقل بشكل فضيع من الصعوبة يعني العادية إلى أن تصبح عندك صعوبة يعني مرة مرة صعبة تصير اللعبة بحيث أنه أنت جايز تمشي ويقتلك يمكنه بمسدس يعني كذا طالقتين تموت بسرعة فصراحة ما نفهم شنو السالف يعني ليش كذا صارت صعبة اللعبة خلونا نشوف يا جماعة الفيديو لكن قبل ما نبدأ الفيديو خلينا نجاوب على بعض الأسئلة اللي وردتنا في الفيديو الماضي هذه التعليقات يا جماعة أو تعليقين بالأصح أنه قالوا يا مهند ليش ما سويت عن بطولة كاسل كراش يا جماعة الصراحة ما عندي وقت أنه أسوي فيديو عن البطولات أتمنى الصراحة أسوي فيديو عن البطولات وأسوي لكم خطط عن البطولة وكذا لكن صراحة الوقت يعني أطلاقا ما يسمح لي أنه أفكر بخطة وأعملها في البطولة وأفوز بها صراحة هاي الفترة ما راح أقدر أسوي بهذا الشيء لكن أتمنى إن شاء الله في المستقبل أنه أضبط لي خطة كذا وإن شاء الله تكون تعجبكم وأسويها عن البطولة إن شاء الله إن شاء الله قادمة ما أعطيكم الصراحة واحد وأظن يا جماعة الصراحة أحب إنه أشكر كل شخص من سواء فيديوهات عن كلاش ريال لأجمعها قالوا لي يا مهند إذا تريد حسابنا فول وكل شي بي الأوراق وكذا إذا تريد نعطيك إياه وإلعب بي وسواء عنا فيديوهات الصراحة أشكركم من كل قلبي أشكركم على هذا الكرم صراحة يعني ما كنت تتوقع إنه أشخاص راح يوصلون إلى هاي الدرجة ويعني ويقدم لي يا جماعة حسابه اللي تعب عليه فأشكركم من كل قلبي اللي قدم لي وقال لي إنه أعطيك حسابك وكذا جزاك الله خير يا أخويا وأشكرك على هذا لكن إن شاء الله راح أستمر أنا بحساب اللي عندي وأحاول إنه أقوي ونحصل بأوراق أكثر وأكثر أيضا السؤال الآخر يا جماعة وهذا آخر السؤال وإن شاء الله نحن نبدأ به الفيديو أحد الأخوة قال لي ليش ما تتواصل مع شركة كاسل كراش يمكن يساعدوك يا جماعة الصراحة الصراحة وراح أقول لكم ياه يمكن ما تتوقعون إنه أنا كنت منضم إلى جروب كاسل كراش التابع للشركة وكنت دائما من أسوي فيديو أنشرها على هذا الجروب اللي كان هو في فيسبوك لكن مرة من المرات دخلت لقيت نفسي مطرود من الجروب رغم إنه أنا قاعد أدعمهم وقاعد أسوي لهم فيديوهات وأنشر لهم عن اللعبة لكن ما أدري شنو السبب يا جماعة طردوني من الجروب رغم إنه أنا ما أمسوي يعني أي مخالفة والفيديوهات هي نفسها الفيديوهات يعني عن اللعبة قاعد أعمل فصراحة ما أدري تواصلت معهم عن طريق صفحة اللعبة تواصلت معهم قلت لهم يا جماعة أنا صاحب محتوى قناة وجالسة أسوي فيديوهات عن اللعبة وكذا أتمنى إنه تراجعون سبب طردي من المجموعة ليش تردتوني شون السبب؟ لكن يا جماعة ما حد رد لخبر صراحة كنت يعني كنت رايدة إنه أسحب على اللعبة بعد لكن عندي جمهور كثيرين يتابعون اللعبة فما حبيت أسحب عليها وأيضا إن صراحة يعني بعدني أحب اللعبة يا جماعة ما نطعوا الكلام خلونا نبدأ الفيديو أحب أنه أذكركم فقط إذا ما كنت تمشترك يا بطل معنا أتمنى أنك تشترك وتنور القناة بوجودك يا حلو يا بالعيون السود وحطنا لايك ويلا نبدأ الفيديو طيب يا جماعة مثل ما قلت لكم اللعبة بدت تصعب جدا جدا فصراحة يعني لا تتأملون كثير لكن خلي نجرب حظنا يا جماعة نجرب حظنا يا رب أنه تضبط معنا أيضا أكو شغلة يعني لاحظتها أنه إذا تصعدت على مباني تكون عالية وفيها يعني كذا يعني مستوى عالي أو كذا راح تلاقي فوق على الأغلب راح تلاقي راح تلاقي قناص راح تلاقي المهم راح تلاقي قناص يكون موجود في الأعلى يعني أتوقع مستشفى وكذا راح تلاقي قناص يكون بالأعلى وتقدر أنه تستخدم أتوقع هاي المعلومة صحيحة لكن لا لأني يعني ما تأكدت من عدد يا الله بس لا واحد يا حلاته تعال 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 قبل من تروح يوس فالمهم يعني صراحة ما أقول لكم أنه خلاص راح نفوز وكذا فلا تتأملون كثير صراحة يعني ليش أكذب عليكم طيب يا جماعة أيضا راح أتكلم إن شاء الله بهذا الفيديو عن البطولة أو المسابقة اللي وعدناكم فيها البطولة يا جماعة كثير من الأشخاص تواصلوا معايا وقالوا يا مهند متى راح تعمل البطولة ومدري إيش يا جماعة أتوقع يعني جاوبت على هذا السؤال يا جماعة وقلت لكم ما نقدر نعمل بطولة إلا إذا حصلنا على العدد المطلوب يعني ما معقوله أني أعمل بطولة وفلوس وكذا لأجل خمس أشخاص يعني هذا الشيء ما معقول يعني حتى أصحاب القنوات اللي يوم وعدهم قنوات وكذا وعدهم دعم قوي ما يعمل لك مسابقة وخمسة فقط راح يجون يشاركون طيب فأتمنى يا جماعة يعني تعذروني وقت ما ألاقي أنه العدد صار وصار هناك دعم يعني من أنشر اللعبة ألاقي فيه يعني من صدق أنه أشخاص راح يشاركون يريدون يشاركون أو أشخاص عن موجودين معنا فبذاك الوقت ما راح يبقى لي عذر وراح أعملكم إن شاء الله المسابقة طيب يا جماعة فأتمنى يعني تعذروني حاليا الحاليا ما نقدر نسوي أي شيء بالنسبة للمسابقة الآن الله كريم نشوف إنا العدد المطلوب مثل ما قلنا طيب أتمنى الصراحة أيضا أنه ألاقي لقناص لأن صراحة الحياة بدون قناص كالهواء بدون ماء يا الله يعني صراحة هذا المثل قوي جدا جدا بلا تعليق طيب يا جماعة ما في مشكلة يا الله واحد قدام يا جماعة يا جماعة واحد قدام يا صلاة كتلت أريد أعطيكم يا جماعة ملاحظة ويمكن تفيدكم والله ما نعارف يا أين تفيدكم أو لا لكن هذا الشيء يعني تقريبا أنت قدرت تقول آآ شيء منطقي ويعني اللي يمجرب الحاسبة أو اللابتوب أو الكمبيوتر يعني بعض الأشخاص ما يعرفون ما هو الحاسبة الكمبيوتر اللي يمجرب الكمبيوتر أثناء اللعب راح يعرف هاي المعلومة ويقول أنه صحيح هاي المعلومة يا جماعة ما شاء الله والله سيارة الصراحة الحلوة طيب نكمل المعلومة بدون نلف ودوران اللي يجرب اللابتوب يا جماعة أو الكمبيوتر يلاقي أنه هناك فرق كبير بين الكمبيوتر وبين الجوال يعني مهما كانت أنه أنت مثلا متمكن بالجوال لكن إذا جربت الكمبيوتر راح تقول يا أخي ضيعت عمره على الجوال صراحة الكمبيوتر تستخدم تستخدم يا جماعة عشر أصابع تقريبا من تلعب بالكمبيوتر بينما بالجوال يا جماعة يعني إذا تريد تستخدم فعلى الأغلب أنه راح تستخدم أربع أصابع كأحد أعلى يعني أربع أصابع تلعب في في الجوال فأكو اللقات يعني فيديوهات وكذا أشخاص جالسين يلعبون بوب جي ويعمل والناس من تشوفه تقول وشنو هذا اللعب وكيف كذا يعني متمكن على على اللعبة بوب جي أو كذا وهو الصراحة جالس يلعب على الكمبيوتر فأكو أغلب الناس إلى الآن يعني ما جربوا اللعبة على الكمبيوتر يا جماعة في واحد قدامي أنا شفت واحد جالسين مش بس ماني متأكد المهم يا جماعة في كثير أشخاص يا جماعة ما جربوا أنه يلعبون اللعبة أو يلعبون لعبة حرب أو كذا على الكمبيوتر وأول ما بدأ يعني مسير تبللعاب بدأ على الجوال وللحين هو بالجوال أو على البلايستيشن وكذا يعني على فيشوفه أنه غريب أنه شخص مثلا متمكن من اللعبة بهذا القدر يا جماعة بالنسبة للكمبيوتر يعني إذا لعبت على الكمبيوتر فصراحة الصراحة رح تعرف ليش يعني أشخاص يحترفون لعبة بوب جي وأغلب اليوتيوبرية يفضلون أنه يلعبون اللعبة على الكمبيوتر يعني بغض النظر أنه التجسيم رح يكون أقوى وكذا لكن يا جماعة أنه التحكم يعني لا يعلى عليه بالنسبة بالنسبة للكمبيوتر يا جماعة الصراحة ودي أسأل سؤال بما نحن جاتسين نلعب وكذا لا 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 يا جماعة وين اللي جاتس يرمي يا جماعة خلينا أحسن شي نتجاهل هذا الشخص ونروح ندخل بالدائرة أفضل من أنه جاتسين نفتر كذا طيب يا جماعة في عندي سؤال يا جماعة ودي أنه أسألكم يا صراحة بما نحس جالس ألعب وكذا ويعني في ناس كثيرين يفهمون باللعبة أكثر من عندي ودي أسألكم يا جماعة يا هي الأفضل من الأسعة تستخدم الجيسي أو تستخدم الرشاشة في اللعبة اللي عنده معرفة باستخدام الأسعة في لعبة فري فاير يعطيني المعلومات عنها فأحيانا عندي جيسي مثل ما تشوفون وعلى غفلة مثلا القالرة الشاشة أمامي أو العكس فالصراحة ما نداري هي الأفضل حاليا يا الله يا جماعة في واحد قاعد يرمي يا الله على السارفة جيت بي طلقة يا جماعة ما نداري وينه أحسن شي كذا تركض يا جماعة لا جماعة حديد طخك آه كذا والله يا جماعة ما ينفع كذا وينه يا جماعة اللي يضربني هاي المشكلة يا جماعة يعني أغلب المرات جالس أركض كذا وتجي بي طلقة بدون ما أدر يا جماعة يعني ما أنا عارف وينه صاحب اللي جاء سيرمي يا الله ما أنا عارف أتوقع الأرضية ما هي واضحة بشكل جيد أتوقع عندها قناص يا جماعة وما قاعد أقدر أعرف هو فين فلكن مع ذلك خلينا نمشي الحمد لله ما كتن يعني قدرنا أنه ننهزم من عنده يا جماعة وأتوقع هذا هو أفضل شي حاليا نقدر ننسوي طيب يا جماعة حاليا بقينا ثمانية مثل ما تشوفون وما ندار يا جماعة يعني عندنا حاليا ثمانية معنا وإلى الحين يعني إلى الحين يا جماعة ما لقيت أحد قاعد يرمون عليها صحيح لكن ما نلاقي أحد يعني أرمي عليه فاهمين كيف في واحد يا جماعة في واحد قريب مني أنا بس سمعت صوت الأطلاق بس ما نعرف هو وين يا جماعة ما نراض يعني ما يراضي تصير أي شيء لا في أحد قاعد يطلع أمامنا ولا قاعد نقدر نعرف يعني نفهم شيء من اللعبة طيب وش تصار فعطونا أحد واحد قدامي واحد قدامي والله واحد قدامي ما نعرف إذا هو شافني ولا يا جماعة في واحد لكن ما نعرف وما حصلنا أي شيء يا جماعة يعني لا قدرنا نحصل وش نحصل يا جماعة ما قدرنا نحصل القناص لا قدرنا نحصل أصلا يعني ناظوري قرب بشكل أفضل أو وش السال فيها يا جماعة يعني يا جماعة صراحة الرمي رح يكشف موقعي فقط و ما رح أقدر أعمل أي شيء موقعي فقط موقعي فقط موقعي فقط أنه أصل لهذا المستوى أنه أصل الثالث لكن الحمد لله على كل حال قدرنا نوصل لهذا المستوى طيب يا جماعة بما أنه نحن نريد حرب وكذا وقتال وواحد يضرب الأخ خلونا نجرب كلاش سكواد خلينا نجرب يا جماعة كلاش سكواد ونشوف يا رب أنه يعني تكون عندنا حظ ونصيب بيها يا جماعة خلينا نجرب ما في مشكلة مستذيبين ضد المحاربين أتوقع أنه حاليا المحاربين وصحيح نحن حاليا المحاربين خلينا نجرب يا جماعة نشوف إذا قدرنا نضبط ولا لا خلونا نجرب يا جماعة الصراحة الوضعية بها إنها لكن مع ذلك فكأنها كانت هي متقدمة على إنها اللي ذكرناها في الأول فاهمين كيف ما فهمت ولا أنا فهمت صراحة فخلونا نتقدم يا جماعة يا جماعة خلنا نتقدم صراحة ما أحب أنه أقفز بشكل سريع للأمام تعرفون أنت صراحة هذه السالفة هذه اللعبة إنه بسرعة صراحة يرموك يا جماعة يا جماعة توقع رح نوقع بفخ وش السالفة وش السالفة يا جماعة ما أعرف ما أعرف يا جماعة لكن واضح أنه السالفة بها أن يا جماعة ما أعرف لكن يا جماعة يعني ممكن أتوقع ثم من عدم ما عدم شبكة أو كذا أتوقع هاي الفكرة خلينا نشوف إذا عادت نفس السالفة فيعني الواضح أنه عدهم مشكلة اللعدة طيب ما في مشكلة خلينا نتقدم أتوقع كان أمام متجهزين وكذا وقدرنا نوصل لهم كل شيء صري يا جماعة خلونا نتقدم أتوقع بهذه اللعبة يعني كذا مواجهات وكذا فالأفضل أنه تأخذ لك سلاح يرمي بشكل سريع وأيضا بمبكشة واحد 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 قدامنا يوصلهم والله ضربته والله صوته بس أنت صوابت يو الله كيف تمتت يا جماعة صاحبي كان قريب بيمي يو الله شوف كيف هذا شايل يو سلام مش هذا صراحة أحب القناص لكن ما أفضل بهاي اللعبة لأن يعني الحركة تكون مكشوفة تقريبا أنه أنت موجود بالأمام طيب ما في مشكلة قدرنا أنه نكتل لنا واحد لكن الصراحة كتلونا أيضا يعني كان لأمامي أكثر كان أو ثلاثة فقدرت أكتل لواحد الصوبة والثاني جاء كمل علي يا جماعة طيب ما في مشكلة أتوقع لو أجي من على الأطراف يكون أسهل لي وتقريبا تقدر تقول أنه أجي من الخلف يعني من خلفهم فاهمين كيف يلا طيب 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 فين جماعة ناجي واحد واحد جيد كتلت راح أموت راح أموت لا اكتله صراحة اكره ما علي أنه يكون في واحد معاك في الفريق يعني لا يساعد ولا شي بس كذا يلعب يا جماعة بالنهاية كتلة يا الله على السالفة طيب ما في مشكلة بالنهاية صراحة كان صاحبنا يعني قدري يكتلة المهم ما في مشكلة ما ودي أنه أقول صراحة هذا السلاح يعجبني جدا جدا لأن صراحة يرمي بشكل سريع وصراحة أفضل أنا على باقي الأسلحة عسا أعرف البعض راح يقول السلاح اللي أتوقع لحظة أتوقع هذا الأغلبية يفضلون هذا السلاح أو هذا السلاح والبنبكش أيضا صراحة حاليا ما عندي فلوس أقدر أشتري بها البنبكش شو دقان يا جماعة ما عندي صراحة حاليا أنه ما يشتري آآ هذه الأسلحة فما أقدر حاليا في واحد هنا يا جماعة جيد قتلنا يو جيد جيد طيب يا جماعة طيب عندنا بباكش حاليا وفي واحد يا جماعة صوابني ومن هاي الجهة لكن ما نعرف وين آآ يا جماعة ودي أنه يطلع يلا يا الحبيب يلا ما عندنا وقت أو في واحد بعيد يا جماعة أو فزنا ما كان الحظ معايا في هذه الجولة وتقريبا قدرت تسوي اللي يعني أقدر كم كتات ثلاثة طيب يا جماعة كتات ثلاثة ربعي كلهم قتلوا خمسة خمسة واحد ثلاثة تقريبا تقدر تقول يعني رقم متقارب يعني ما نريد نخج النفس يا جماعة هذا اللي كان عندنا اليوم أتمنى يكون الفيديو على إعجابكم وإذا عدكم أي سؤال أو استفسار وكذا اكتبوه أسفل تعليقات أيضا اللي يحب يضيفني على اللعب يا جماعة راح أحط يا جماعة في أول تعليق على هذا الفيديو اللي يحب يضيفني يضيفني عن طريق وإذا صارت أي شيء إن شاء الله في المستقبل وصار عندنا دعم على هذه اللعبة راح نسوي عنها مسابقة إن شاء الله مثل ما وعدناكم هذا اللي كان عندنا اليوم يا أبطال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لتجنب مرض كرونا ننصحك باتخاذ الإجراءات التالية سبسكرايب لايك كومنت واغسل يديك قبل الأكل وبعدها ولا تنسى تشيك على باقي الفيديوهات